موسيقى 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 حدثنا نارضة في حلقتنا عن ملك الترسو الفنان الجميل الراحل فريد شوقي حدثنا عن موقف مر بيه عن العزل اتحول لزغريد هذا ما فعله اهالي احد القرى حينما يشاهدوا الفنان فريد شوقي هنتعرف مع بعض على تفاصيل الموقف موسيقى صاحب حضور طاغن طال مميزة اداء فريد جعل له نصيبا كبيرا من اسمه النجم الكبير فريد شوقي يعتبر من اهم عمدة الفن المصري تجده منتجا وتجده ممثلا وتجده ايضا مؤلفا اطلق عليه جمهوره لقب ملك الترسو كانت افلامه بتحقق اعلى الاراضات في عصره مش بس كده لكن ظل ملك الترسو ووحش الشاشة حتى اخر سنوات عمره ظل الفنان فريد شوقي نجما استثنائيا نجما لا يقارم بغيره من النجوم فيشعر الجمهور انه يشاهد واحدا من اهله فكانت هناك حميمة كبيرة جدا بين الجمهور وبين النجم الراحل حكى الفنان محمد جمال حفيد وحش الشاشة المصراوي انه في احدى المرات ذهب الفنان فريد شوقي جده لتقديم واجب العزاء في احدى القرى وفور علم اهل القرية وقتها بدخول ملك الترسو انقلب العزاء اللي كان في القرية في الوقت ده لزغارية وتهليل وابتهاج برؤية الفنان الكبير النجم الراحل قد من السينما عدد من الاعمال الخالدة كان من ابرزها فيلم الفتوة وفيلم رصيف نمرة خمسة وفيلم جعلوني مجرما وما ننساش طبعا كلنا فيلم فتوة الناس الغلابة والفيلم الغني عن التعريف كلمة شرف وغيرها من الاعمال النجحة اتولد بالسيدة زينب بالقاهرة بينما نشأ في حي الحلمية الجديدة حيث انتقلت الاسرة الى هذا الحي هذا الحي توسط عدة احياء شعبية اديمة زي احياء السيدة زينب والحسين والغرية درس في المدرسة الابتدائية مدرسة نصرية التي حصل منها على الابتدائية وده كان عام 1937 كان عمره في الوقت دوة حوالي 15 عام ثم التحق بمدرسة الفنون التطبيقية حصل منها على الدبلوم والتحق بعد كده بالمعهد العالي للفنون المسرحية كانت اول اعماله كان فيلم ملاك الرحمة سنة 46 مع الفنان الكبير يوسف وهبي بعد كده قدم لنا فيلم ملائكة في جهنم سنة 47 طبعا كلنا عارفينه من اخراج حسن الامام ثم توالت عليه اعماله البطولة بعد ذلك مع بداية الخمسينات بدأ فرشة ويغير جلده في الفن قدم لنا شكل اخر للبطل كان بعيد كل البعض عن صورة الشر اللي ظل يؤديها طول الفترة الاولى في مسرته الفنية وده طبعا كان في افلام مثل قلبي دليلي واللعب بالنوار سنة 48 وغيرها من الافلام اللي كان بيؤدي فيها ادوار صغيرة لكن كلها كانت بتدور في اطار الشر عن طريق طبعا رفع الحاجب وتجههم الوجه غير جلده تماما تغير جلده واصبح البطل اللي بيدافع عن الخير جاءت افلامه في هذه المرحلة افلام متميزة منها فيلم جعلوني مجرما سنة 1952 للمخرج عطف سالم وهو الفيلم الذي الغى السابقة الاولى للاحداث وهو من تأليف فريد شوقي ورمسيس ناجيب اما عن حياته الاسرية والعائلية تزوج الفنان فريد شوقي خمس مرات الاولى من ممثلة هاوية وهو في السامنة عشر من عمره الممثلة كان بتغار عليه كثيرا جدا التانية من محامية عباها كثيرا وقال ان هو لو ما تزوجهاش هينتحر ثم تزوج من ممثلة غير معروفة زينب عبدالهادي انجب منها مونة ثم تزوج الراحلة الجميلة الفنانة هدى سلطان هدى سلطان احبها حتى وفاته بالرغم من الانفصال عنها وانجب منها ناهده مهة واخيرا السيدة سهير تورك التي ظلت معه حتى وفاته وانجب منها عبيره رانيا ولذلك لقب ملك الترس بابو البنات والاشتغل بالفن من ابناءه طبعا كلنا عارفين الفنانة رانيا فريد شوقي والمنتجة السلمائية ناهد فريد شوقي من افلامه في فترة الاربعينات ملائكة في جهنم سنة ستة واربين واغروب سنة سبعة واربين وطلق سعد هنم تمانية واربين وتسعة واربين فيلم الناصح وفيلم القاتلة ايضا في نفس السنة سنة تسعة واربين واللعب مع النار سنة تمانية واربين من افلامه في فترة الخمسينات فيلم فلفل سنة خمسين وطريق الشوق سنة خمسين في نفس العام وواحد وخمسين شباك حبيبي واثنين وخمسين بنت الشاطئ وانتصار الاسلام في نفس العام وفي سنة 54 أقدم لنا فيلم عفريتة إسماعيل ياسين وصراف الوادي وجعلوني مجرما والمحتال والزلم حرام كل ده كان سنة 54 وفي فترة الستينات أقدم لنا فيلم نداء العشاء سنة 60 وصوء السلاح سنة 60 وفي سنة 62 أنا الهارب والرجل التعلب والحاقد في سنة 64 فتاة المينة وشدي الجبل وبنت عمتر سنة 64 في نفس العام أما في سنة 66 أجاز الصيف وتلات لصوص وتلاتين يوم في السجن طبعا كلنا عارفين الفيلم ده تولت علي الأفلام في الستينات والسبعينات والثمانينات وإلى التسعينات وفي التسعينات نسل لنا فيلم الشيطانة سنة 90 والخادم سنة 90 و92 امرأة إيلة للسقوط والغاضبون سنة 96 ولو قلنا هنقول كتير جدا أفلام رحم الله الفنان فريد شوقي وبكده النهاردة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم إن شاء الله أنت تزورون الفيديو آخر من قناتي ياسمين تليوتيوب اشتركوا في القناة